حطت بعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى يوم الأمس رحالها في العاصمة أبوظبي وذلك تمهيداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والتي ستنطلق منافساتها اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة السلطنة تأمل في إحراز عدة ميداليات إن شاء الله وخاصة فيما قال السرعة والرمي كوننا نحن السلطنة متفوقين في هذه اللعبات عكس اللعبات المسافة المتوسطة طويلة وبإذن الله سوف نكون على ما شارف مصات التتويق بإذن الله في السرعة وفي الرمي وفي التتابعات بإذن الله طموحنا هو تطوير لعبينا إلى الأفضل دائماً إن شاء الله وخضى منتخبنا ميرانه الأخير بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بمعنويات مرتفعة وبهمة عالية من أجل تقريم صورة مميزة في المشاركة الأولى في الألعاب الخليجية وأظهر اللاعبون جاهزيتهم التامة للتحدي الكبير وهو ما يدعو للتفاؤل بقدرة شبابنا على تحقيق الإنجاز والتواجد على منصة التتويق التدريبات كانت على حسب النقص الموجود عندي مثل النقص الذهني أو النقص الجسدي من خلال تدريبات السرعة والتحمل أطمح بأن أحصل على المراكز الأولى في سباقه المائة متر والمائة متر وتحقيق أرقام شخصية جديدة سواء كان رقم شخصي جديد حالي أو رقم شخصي جديد للسلطان أشارك أربعمائة متر أتدرب مع الكوش عبدالله العنبري يدربني أحياناً على فترتين والتدريب معه كان زين يعني طموحاتي في هذه البطولة أني أنافس وأيب رقم جديد وأتمنى أني يبي المركز الأول إن شاء الله وإنما نروح نشارك عبثاً يعني ويشارك منتخبنا الوطني في هذه الدورة بإثنى عشر لاعباً يتنافسون في مسابقات مائة متر ومائتي متر وأربعمائة متر وثمانمائة متر وألف وخمسمائة متر وثلاثة آلاف متر ومسابقات الوثب العلي والطويل ورمي المطرقة ومنافسات التتابع طموحاتنا بإذن الله نجيب المراكز الأولى ونحقق أرقام جديدة ونمثل السلطنة ونرفع علم السلطنة أيضاً وقادرين نحن خلال تدريباتنا المكثفة والمدربين مقصرين معنا والإداريين أبداً وحمد الله جاهزين بكل قوتنا فالأمال معقودة على شباب سلطنة عمان لتسجيل أرقام مميزة وتحقيق ميداليات متنوعة وخصوصاً في مسابقات السرعات ومسابقات رمي المطرقة ورمي الجلة التتويق بالميداليات وتسجيل أرقام جديدة هدف رسمه لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى قبل الدخول في معترك المنافسة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب أحمد بن حسين العجمي محافظة مسقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر